شكرا لكم العافية حبايب الحلوين طلاب صف اول اليوم درسي بالرياضية ترتيب الوقت رقم الصفحة 24 بكتاب الطالب ترتيب الوقت يا حلوين هي الاعمال اللي بقوم بها منذ الاستيقاظ من النوم حتى الذهاب الى النوم وكل عمل بنعمله الى وقت محدد اول شي يا حلوين بستيقظ من النوم بغسل يدي وجهي بعدين بروح بتناول الافطار ثم برتدي ملابس المدرسة وبنتظر الحافلة ثم بذهب الى المدرسة ونصطف الطابور ثم ندخل الى الصف ونبدأ بالحصص وعندما ننتهي نعود الى البيت ونغسل يدينا ووجهنا ونرتدي ملابس البيت ثم نتناول طعام الغداء وبعدها نبدأ بالمذاكرة ونكتب الواجبات المنزلية وعند الانتهاء عندما ننتهي من الواجبات المندرسية نذهب ونلعب قليلان وثم نتناول للعشاب وثم نذهب الى النوم هذه ترتيب الاعمال اليومية التي نقوم بها كل يوم ونرتبها يا اول حسب الاوقات في اعمال منعملها وقت الصباح واعمال منعملها وقت الظهر واعمال منعملها وقت العسر واعمال وقت المساء فاذا يا حلوين خلينا نشوف هنا ترتيب الوقت اولا الاستيقاظ من النوم هذا اولا واحيي والدي واقول لهم صباح الخير كيف حالكم ثم وقت الفطور ثم الذهاب الى المدرسة ثم الدراسة ثم الاستراحة ثم العودة من المدرسة ثم وقت الغذاء ثم الواجبات المدرسية ثم اللعب ثم وقت العشاء والاستحمام والنوم هذه هي يا حلوين ترتيب الاوقات ننتقل الى كتاب التمارين عم بحكي لي سؤال الاول ارتب في ميالي الحدث الاول والثاني والثالث والرابع اول حدث يا حلوين ايش هو الذهاب الى المدرسة لا اول حدث الاستيقاظ من النوم بس يقدم من النوم هذا الاول وهذا الذهاب الى المدرسة الثاني ثم الدراسة هذا الثالث النوم الرابع الان يقول لي ارسم عقارب الساعة حسب الحدث فيما يلي الاستيقاظ من النوم بالعادة يا حلوين منستيقظ من النوم في وقت المدرسة الساعة السادسة تماما العقرب الصغير على السادسة والكبير على الاثناش يا اول يا حلوين منحددهم الذهاب الى النوم في وقت المدرسة منهم الساعة الثامنة للثامنة ونص تقريبا فنحطها الثامنة والنصف الثامنة والنصف العقرب الصغير يكون بين الثمانية والتسعة والكبير على الساعة السادسة يا حلوين هلا التناول الغداء عندما نعود من المدرسة تكون الساعة الواحدة او الواحدة والنصف فعدنا نتناول الغداء بالعادة الساعة الثانية نحط العقرب الصغير على الثانية والكبير على الاثناشر على الاثناش يا حلوين العودة من المدرسة نعود من المدرسة الساعة الواحدة تقريبا الصغير على الواحدة والكبير على الـ 12 الآن السؤال الثالث التمرين الثالث أرسم حدثان ثم أبين وقته على الساعة حدث مثلا وقت الإفطار وقت الغداء وقت العشاء ونحدده على الساعة هذا طبعا يا صف أول الحلوين التمرين عندي على كتاب التمرين واجب منزلي منحله ومنصوره منحل كتاب التمرين كامل يا حلوين ومنصوره يعطيكم ألف ألف عرفي حبا يا بالحلوين